ترجمة نانسي قنقر كلها تعتبر مهمة لكن بالنسبة لنا هم مباراة الحين مباراة القرفة طبعا فترة توقفة التي هي قبل الاتحاد يصدرون القرار استكمال الدوري نحن كالعيبة في ناضي العربي كنا تمرن على مجموعات بأخذ الحذر والحيطة كنا كمجموعات تمرن على مدرب وعلى أمل أنه استكمال الدوري وبعده صار الغرار استكمال الدوري الحمد لله حسن أنه من أكثر الأندية كنا جاهزين بدنيا خاصة أن موقفنا في فتر توقف والحمد لله يعني أتوقع أنه استغلينا فتر توقف بشكل إجابي طبعا أكيد إن شاء الله بإذن الله نحن طموحنا عالي في الدوري وهدفنا هو المربع وإن شاء الله نحن قادرين لكن علينا نركز كل المباراة في وقتها ونعطي كل اللي عندنا في الملعب وتوفيق من رب العالمين طبعا الظروف لا تسمح الجماهير بحضور الملعب نحن متأكدين إن لو الظروف كان طبيعية كان أول الحاضرين اللي هم جوا الجماهير العربي هم الرغم واحد بنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله راح نحاولنا نسعدهم وقد ما نقدر إن شاء الله ونلبي طموحاتهم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر